المرابط كأخر سؤال بالنسبة اللقاح فوقش سيكون واجد وشكرون الناس اللي ستستفد منه في الفئة الأولى اللي ستستفد اللقاح وشنو اللقاح اللي سيعتم بالمغرب بالضبط تناور كلام تبع بزافة الإشاعات سيكترون الإشاعات ستكون لديك الخدمات بزافة بليامات على الإشاعات لأنه اللقاح الآن كان منافسة في الشركة واللقاحات كان واحد العدد كبير من الشركات يشتغلوا على اللقاح المغرب أختار واحد اللقاح اللي هو صيني أولا لأن الصين هي اللي بدأت أول وحدة في صناعة اللقاح في تطوير اللقاح الحاجة الثانية لأن اللقاح اللي هو مصنوع من طرف الصينيين أنا في الحقيقة رأي من الناس الملاعين بالتقاف الصينية حتى تصدرعوا للنموذج الصيني نموذج الصيني نحن نرى هذا شيء غريب المجاوي يديروا اللقاح بخاتيك 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 يديروا اللقاح بالطريقة التقليدية كلاسيكية لذلك كان يستعملون لقاحات بشكل مستمر لا أعرف شكل ما يمكنكم تعرض شيء مرة من كلب كان ذلك اللقاح مصنوع بنفس الطريقة كان اللقاح المنانجيت كان اللقاح التيتانوس كان اللقاح الانجيتابل ديال ديال بوليومي لتشال الأطفال يعني صنوعه بالتالي الأطار الجانبية دياله على المدى البعيد معروفة حيث لا يكون شيء اللقاح بصنوعه بوحد طريقة جديدة فعلاً كتعرف الأطار دياله دابا ولكن على المستوى البعيد وقال علماء ديال العالم ديال المناعة لأنه شيء بداخل في المناعة يطمئنون بأنه هو خمس نوع بطرق جينية وهذا ما كانش احتمال أنه يدير شيء مشاكل في المستقبل إذا المغرب اختار اللقاح اللي هو آمن الفعالية دياله الآن مثبتة من خلال يعني الدراسات التي تجرعه من خلال سوف يتم تعميمه وإن شاء الله إن شاء الله نحن جد متفائلين إنه غادي يهنينا غادي نرتاحه من خلال تسبوع ديالك فعش ترسكو النهاية ديال ديالفيروس كورونا المستجد هذا سؤال يطرح دائما لكن لا أحد عنده عنده قاع هدوك اللي بايدكسيون بوجود اللقاح بنهاية نتابلنا ذلك ولكن ربما يوقعوا مفاجآت ما عرفتش هذا الفيروس إذا كان تبع نفس المدة ونفس الطريقة ديالالول ديالالصارس ديالالفين وجوش من المفروض أنه ديالالفين وجوش الفين وثلاثة ديالالصارس اللول أرى معناه أنه في الصف سيسالي معه نتمنى ولكن نتمنى قبل ذلك باللقاح إن شاء الله ولكن هذا هذا لا يمنع أنه تدبي الحجز يخصهم يبقاوا ماشي راكين اللي قاح صفي سالينات تدبي الحجز يخصهم يبقاوا الاحتياطة يبقاوا راه مازال ممكن ما نزيدوش عاد في الحالة راه مازال ماشي زع مصافي سيفيني صافي دبقا خلي لا راه مازال ممكن نحفظو على يعني نخليو أن الوباء ما ينتشرش أكتر مما هو منتشر الآن لا تنسوش تابنوا خلاشين وتأكتبوا جرس كي يوصلكم جديد فيديوهات بالترس وتبرتجوا مع أسحابكم ترجمة نانسي قنقر